موسيقى 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 نعقد جمع العام التأسيس الهيئة الوطنية للمبديعين النالا ريبا يوم 11 أكتوبر 2021 على الساعة الخامسة والنسبة مساء في المكتبة أبي الحاسن الشادم وقد حضر هذا الجمع التأسيسي عدد من المبديعين الجماعويين وفناني وبعد كلمة الترحيم من طرف السيدة سعيدة الهرشل سعيدة الهرشل تم التعارف على أهدافه للهيئة وتم قراءة القانون الأساسي ومناقشة جميع أهدافه وهو نوضح ومثلق عليها وتم فتح باب ترشح والانتخال والذي أصفر على التالي رئيس سعيدة الهرشل نائبة الرئيس عبيد المحمدي الكاتب نبيل بن سلاب نائبه أيمد درمش أميل من نزاب داني ونائبه ميمان شخيبة المستشار عزيزة الهرشل ما زارتنا هنا في مدينة مارتيل بجميع الأعضاء ديرها وهذا شيء ينتج الصدر فالأبواب الآن كنا نفتوحة أمام جميع الفائلين في الميدان الفني بصفة عامة وهذه فرصة باش يتجمع اللم الفنانين في مدينة مارتيل تطوان طنجة المحمدية جديدة المغرب كله كنخليوا الانتماءات النقابية صح التعبير نخليها على جنب جمعه تحت مدلة واحدة وهي الهيئة الوطنية المبلعين المغاربة لانه عندها ناس عندها متقفون هما أدفاء والناس للإدارة بهم أدفاء والناس اللي عارفين اش غيروا اش غيروا كذلك هذ الهيئة الوطنية المبدعين المغاربة غير يتكون تمثلهم مجموعة المحافي يعني حتى بالنسبة لما يطلبه الفنان يعني كحقوق هذا شيء جميل جدا وهو متنفس لجميع الفرق أن يكون بيقيا الأعمال بلنا اعرفنا في القانون الأساسي في الهيئة الوطنية المبدعين المغاربة عرفنا القانون الأساسي بأن يعمل يدعم و يفتح المنهجات في الفرق في الجمعية جميع الأنواع سواء من البيعادة اصبح من الوطنية في الغناء في تشكيل هذه الفرصة من هذا المنبر الجميل والسعيد أقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بكل الفنانيين ولكن تتعرفون في دمو حمد سمحوا لي اسميتي تعرفوني مزيان وعشارني وعشارني مزيان وعشارني نتكلم دائماً وعصامي هذه الفرصة لكلهم يأتي ونجعله يد وحده نجعله ننتماء نساوه ونفكره في الإبداع ونفكره في المستقبل ونوضعه في الشباب عجبني أنا بسال المكتب دي المارتيل في الشباب يعني 75 مرحباً معكم أميما أضواء في فرع ميرتي للهيئة الوطنية المغربة أنا جيدة سيدة عن هذه الهيئة جمعاتنا اليوم باش نكونوا أعضاء منا ونتحنا الفرصة أننا نفتحوا بثاف المجالات ونخرطوا معنا بثاف ديال الشباب باش حتى هما ما يلقوش ضيعين ويعرفوا طرق ديالهم سوقته خصوصاً للشباب المبدعين في هذا اليوم تجمعنا وكان حضر معنا الجموعة ديال الهيئة اللي هما المؤسسين ديال الهيئة الوطنية المغربة نحن نجموعة ديالنا كيف كتوفو كلها شبب اخترنا الشبب لأنه العطاء هو المستقبل وكنت ننوش إن شاء الله تكون عندنا مشاريع متنويعات اللي نزيد بها إن شاء الله وكان اليوم العدد لأن ضروري نحسنا العدد يكون صغير باش نحفظوا على السلامة ديالنا إن شاء الله يتحقق بنا الوطني المبدعين يعني كفو صليله وكأنه يكي مرش يعني تكون مثلا خطوة في حياته إن شاء الله يكون مننا مصار إن شاء الله يستفيد منه كثار ويقضاياته كثار وإن شاء الله يكون خارج شدكي من الممكن من شاء الله مقعدة قد تفتي بواسطة سوايا مقابل المبدعن شكرا